مرحبا بكم وعزائي طلبة علوم الحاسوب تحية طيبة لكل من يتابعني في هذا الفيديو راح نبدأ بكورس جديد على القناة يختص في جزء العملي من مجال شبكات الحاسوب حيث راح نتعلم استخدام أحد أشهر برامج المحاكات للشبكات اللي هو برنامج سيسكو باكت تريسر الخاص بشركة سيسكو ومن خلاله راح نتعلم كيف نتعامل مع مختلف أنواع الشبكات الآن عزائي قبل لا نبدأ بعملية تحميل البرنامج خلونا ناخذ مقدمة بسيطة عن الشبكات تعتبر الشبكات من بين فروع التكنولوجيا الأكثر أهمية حيث أنها تتكفل بربط الحواسيب والأجهزة المعلوماتية مع بعضها البعض لكن أحد أكبر المشاكل التي قد يعاني منها العاملون والمختصون في الشبكات هو أنه يصعب إدارتها وتعقبها بدون استخدام أدوات مساعدة حيث تحتاج أي شبكة إلى خريطة توضح الأجهزة المرتبطة وعلاقتها مع بعضها البعض وهناك مشكلة أخرى قد يعاني منها المبتدئون والأشخاص الذين يتعلمون إدارة الشبكات هو صعوبة إنشاء شبكات وتجربتها في حال عدم وجود الأجهزة اللازمة لذلك وهنا قامت الشركات بتوفير حل هذه المشكلة باستخدام برامج محاكاة الشبكات هذه البرامج عادة تضم مجموعة من الأدوات لإنشاء شبكات افتراضية تحاكي تماما الشبكات الحقيقية حيث يمكن إضافة أجهزة أو سيرفرات أو راوترات وغيرها وربطها فيما بينها باستخدام كيبلات أو موجات كل ذلك يكون بشكل افتراضي ومجاني على الحاسوب الآن عزاء الطلاب ما هو برنامج سيسكو بكت تريزر اللي راح نعتمد عليه إحنا في عملية إنشاء الشبكات على الحاسوب هو برنامج مجاني من تطوير وإشراف شركة سيسكو المختصة في صناعة أجهزة ربط وإدارة الشبكات هذا البرنامج عزاء الطلبة مصمم أساسا لمساعدة طلاب سيسكو أكاديمي أكاديمية سيسكو من أجل الإعداد لإمتحادات شهادات سيسكو لكن العديد من مدراء الشبكات يستخدمون هذا البرنامج أيضا من أجل إنشاء مخططات لشبكاتهم في حال كانوا يستخدمون أجهزة من صناعة شركة سيسكو الآن عزاء الطلاب بعدما تعرفنا عن الشبكات وعن برنامج سيسكو بكت تريزر سننتقل إلى طريقة تحميل برنامج سيسكو بكت تريزر حتى نستخدمه في عملية إنشاء شبكات افتراضية طريقة تحميل البرنامج عزاء الطالبية جدا بسيطة مجرد أنه نختار من نصف في فيديو النسخة التي تتناسب مع نظام التشغيل الموجود عندنا أنا رفعت لكم نسختين نسخة الأولى تتناسب مع نظام ويندوز 64 بيت والنسخة الأخرى تتناسب مع نظام ويندوز 32 بيت فأنت على حسب البرنامج أو النظام الموجود عندك في جهاز الحاسوب راح تختار النسخة التي تقوم باعتبار أنه نواة حاسوبية 64 بيت فبعد ما أضغط على الرابط راح يفتح لي موقع لجوجل درايف أقدر أختار من البوضي الموجود بالموقع مجرد أنه أضغط على بوتن التنزيل أو هيدر الموقع أختار البوتن الخاصة بالتنزيل بعد ما أضغطنا على البوتن التنزيل هتطلع لنا صفحة التحميل الروتينية مجرد أنه تنطي تنزيل على أي حال عزيز طالب وراح يبدأ البرنامج بالتحميل ويانا طبعا أنا محمل نسخة مسبقة من البرنامج لذلك ما أحتاج أحمله مرة ثانية فراح أذهب لمجلد الدولود حيث تحملت عدي النسخة بعد ما أدخل على مجلد الدولود عزيز طالب راح أجد أنه تحمل عدي الباكيت تريزا على شكل ملف مضغوط صيغته رار فهنا أحتاج أنه يكون عندي متوفر برنامج نورار بالحاسبة حتى أفك الضغط عن هذا البرنامج فمجرد أضغط لك أيمن ونطيك ستراكت هير حتى يبدأ عملي عدي عملية فك الضغط بعد ما ينفك ضغط البرنامج منجرد أنه دابلك لك عيسر على البرنامج ويفتح أدي ملف التثبيت بعد ما فتح ويا أنا عزائي ملف التثبيت نوافق على سياسة الترخيص ثم نطي نيكست نختار مكان تثبيت الملف طبعا أنا راح أخلي بي سي بروغرام فايل هنا عزيز الطالب في حال أنت تريد تسوي ديسكتوب شوركت اختصار للدسكتوب فأيضا نتخلي هنا تشيك على الكريايت ديسكتوب شوركت ثم ننطي نيكست عزيز الطالب نيكست أنا عزيز الطالب راح تبدأ ويا أنا عملية التثبيت بعدها انتهاء عملية تثبيت البرنامج عزيز الطالب نخلي تشيك على لونج سيسكو باكت ريسر ثم ننطي شنش حتى يفتح ويا أنا برنامج سيسكو باكت ريسر يقول لي أنه انتهنا شغلت هذا البرنامج للمرة الأولى لذلك نحفظ الملفات الخاصة بالسيف في اسم الحساب ثم سيسكو باكت ريسر واسم البرنامج ثم نطي اوكي وراح يشتغل ويا أنا برنامج سيسكو طبعا عزيز الطالب مثل ما يشوفون أنه برنامج سيسكو هو مجاني لكنه يحتاج حساب خاص بشركة سيسكو فإحنا إن شاء الله بالفيديو القادم راح نتعلم كيف نسوي حساب تقدر أن تستخدمه كغويس كضيف لكن أعتقد أنه مجرد 30 يوم وينتهي عندك الغويس لوجين فتحتاج نسوي حساب إن شاء الله في الفيديو القادم بصورة سريعة راح نسوي حساب ونبدأ نستخدم برنامج السيسكو شكرا 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 اشتركوا في القناة